السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض نوعية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن مرض حم الأرانب هذا المرض أول ما اكتشف في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1911 وكان يصيب السناجب والفقران والأرانب لكن عرفنا فيما بعد أنه أيضا يصيب الإنسان بمرض معدي نادر هذا المرض اسمه تولاريميا وهذا المرض ممكن يؤدي إلى الوفاء وطبعا لو أهملنا العلاج بتاعه يحصل مضاعفات خطيرة هذا المرض تسببه بكتيريا اسمها فرانسيسيلا تولارينسيز وطبعا زي ما قلت لكم أيضا بتصيب أنواع أخرى غير القوارد زي الأرانب وزي الفقران أيضا بتصيب بعض الطيور والزواحف وبعض الأسماك بتنتقل العدوى عن طريق لدغة حشرة زي القراض أو زبابة الغذال أو التعرض المباشر لحيوان مصاب طبعا هذا المرض معدي بدرجة كبيرة كما قلت لكم ممكن يؤدي إلى الوفاء إذا الشخص لم يأخذ العلاج المناسب له ما هي أعراض هذه الحمى؟ هذه الحمى فترة الحضانة من يوم لواحد وعشرين يوم في غالب الأحوال من حوالي ثلاثة أيام لخمس أيام بعد ذلك تبدأ تظهر الأعراض على الشخص عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة سخونية جمدة وده ممكن يؤدي إلى أن الشخص في بعض الأحيان يخرف لأن درجة الحرارة بتوصل لأربعين فيما فوق وأيضا بيحصل له نوع من أنواع الغثيان القيئ هذا المرض أيضا بيصيب الجلد ويؤدي إلى قرح في الجلد والقرح ممكن تؤدي إلى التهابات والالتهابات تؤدي إلى تضخم في الغدد اللينفوية المجورة للقرح تهيط بالنسبة للقرح تبقى مكان العدوى نفسها مكان دخول الميكروب نفسه والشخص ده بيبقى عنده صداع ورعشة وإرهاق وتعب فبعض الأحيان ممكن يحصل التهابات في العين ويحصل انتفاخ في الغدد اللينفوية اللي هي أمام الأزن فبعض الأحيان ممكن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة وهذا الشخص يحصل تضخم في الغدد اللينفوية بدون قرح في الجلد وفي بعض الحالات يحصل أن هذا الميكروب يصيب الحلق ويؤدي إلى التهاب شديد في الحلق نتيجة أن هذا الشخص ابتلع الميكروب ممكن من ماء ملوس ممكن من أكل ملوس هذه الحالة تؤدي إلى ارتفاع أيضا في درجة الحرارة وممكن يحصل له قيء وإسهال وممكن زي ما قلتلكوا التهاب شديد في الحلق فبعض الأحيان ممكن يصاب الشخص بالتهاب رئوي شديد وطبعا في منتهى الخطورة ومن ضمن المضاعفات المرض ونسبة الوفيات عالية في هذه الحالة وممكن أيضا يصاب بحالة مشابهة لحمة تيفود يعني ارتفاع في درجة الحرارة وما يبقاش باين في جسمه أي قرح في الجلد أو أي التهابات في العين لكن ممكن نلاقي عند هذا الشخص تضخم في الطحال وممكن تضخم في الكبد فبعض الأحيان نلاقي التهاب رئوي قيء وإسهال وطبعا نلاقي الحرارة ممكن تصل لأربعين درجة طبعا هذا المرض ليس منتشر فقط في الولادة المنتحدة لا هذا منتشر أيضا في بلاد كثيرة ومنها بلادنا لأن طبعا زي ما قلت لكم هو يصيب القوارد مثل الفئران وذي الأرانب طبعا هذا المرض صعب تشخيصه وخصوصا أنه أساسا ليس منتشر قوي وبالتالي لازم الطبيب يشك في الحالة لما يلاقي قرح في الجلد وتضخم في الغدد اللينفوية مع ارتفاع في درجة الحرارة والحالة بتاعت الشخص أو المريض تتدهور بسرعة يجب أن نفكر فيه أولا بالنسبة لطرق انتقال العدوى مثل ما قلت لكم عن طريق القراض أو عن طريق لدغة زباب الغزال ممكن ملامسة الحيوانات المريضة أو شرب ماء أو طعام ملوس استنشاق الغبار بتاع الحقول والحضائق اللي يحتوي على الميكروب ممكن أيضا الأطباء والفنيين اللي في المعامل يصابوا من الميكروب وأحب أن أنوئ أن هذا الميكروب من خطورته يستخدم أو ممكن يستخدم في الحروب البيولوجية يعني يتم زراعته على أساس أنه يستخدم في الحروب البيولوجية ضد الإنسان طبعا مهم جدا أننا سنبقى عارفين أن يجب أن يكون هناك احتياطات مهمة للوقاية من هذا المرض مثل البعد عن الأماكن التي فيها حشرات مثل القراض تجنب شرب المياه الملوسة ارتداء ثياب بقمة طويل في الأماكن التي فيها زباب الغزال أو القراض تجنب الأماكن التي فيها أشجار كثيرة أو أحراش أو غابات أو شيئا أيضا مهم جدا جدا أننا نأخذ بالنا أن هذا المرض ينتقل عن طريق التلامس نأخذ بالنا أننا يجب أن نلبس أشياء على أساس أن نحمي نفسنا أثناء سلخ الأرانب أو أثناء زبح الأرانب نضع بالنا أيضا من الفئران ويجب أن نقاوم الفئران لأن الفئران ممكن تبقى مريضة وتنقل لنا هذا المرض الخطير هذا الميكروب العلاج سهل يمكن أن نضع للمريض حقا ستريبتوميسين أو حقا جنتاميسين وببعض الأحيان يمكن أن نضع أقراس دوكساسيكلين أو سيبروفلوكسسين العلاج يمتد في بعض الأحيان من 10 كيام إلى 21 يوم معظم الحالات تشفى لكن كما قلت لكم بعض الحالات تتدهور مثل الحالات الالتهاب الرأوي أو التسمم الدموي لأنه ساعات يدخل في الدم ويقوم بعمل حالات كما قلت لكم تشبه التي يفوت بالضبط مهم جدا أن نأخذ بالنا من هذا المرض لأنه موجود في بلدنا نتيجة وجود الفئران أيضا مرض الأرانب أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أن نوّه أن سأقوم بإمكاني لو أحد لديه أي استفسار 02-010-2728-4778 لأي استفسارات أهلا وسهلا بكم أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته